من ضمن أكثر من 58 ألف ترشيح استقبلتها النسخة الرابعة لجائزة صناع الأمل التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة تالى الخليل من العراق ألف مبروك لتالى الخليل من العراق تمكنت العراقية تالى الخليل من الضفر بالجائزة لتكون صانعة الأمل العربي لعام 2024 الجائزة التي منحها لها نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم جاءت عن مشروعها الخاص بتأسيس مشروعها أكاديمية الأطفال للذين يحاربون داء السرطان وذوي الهمم وذلك بعد منافسة قوية مع ثلاثة مشاريع أخرى كانت مثيرة لانتباه الحاضرين نظرا لوجاهتها وهكذا صار مشروع الخليل هو المبادر التي تزرع الأمل الأقوى الدكتورة تالى خليل هي صيدلنية عراقية من مدينة البصرة اشتهرت بمبادراتها الداعم لأصحاب الهمم من الأطفال والمصابين بمرض السرطان منذ كانت طالبة كرست نفسها لمساعدتهم ومنحهم حياة أفضل بدأت الدكتورة تالى مبادراتها داخل مستشفى البصرة للأطفال وأسست أكاديمية المحاربين عام 2016 نجحت في تغيير حياة أكثر من 500 طفل وتسعى لتحقيق حلمها بمساعدة جميع أطفال العالم وهي بذلك الإنجاز تجدد التأكيد على أن العراق بلد النجاحات الذي يفاخر العالم بإبداع أبنائه وبناته